من أهم المصطلحات اللي بنستخدمها في تقييم الكيدني ديزيزيز وهو مصطلح الأزوتيمية كلمة الأزوتيمية عبارة عن مصطلح بنستخدمه كلمة أزوتيمية مقسمة إلى مقطعين أول مقطع وهو الأزوت تاني مقطع وهو الإيمية والتعريف الكامل للأزوتيمية عبارة عن أزوتيمية is a medical condition characterized by abnormally high level of nitrogen containing compound in the blood بمعنى زيادة المركبات التي تحتوي على نيتروجين في الدم ده معنى مصطلح الأزوتيمية المركبات التي تحتوي على نيتروجين لهذه الـ nitrogen containing compounds الموجودة في البلد بتشمل اليوريا and creatinine كمان بتشمل الـ various body waste compound and other nitrogen rich compound في الطبيعي الكيدني excrete all nitrogenous waste product بمعنى أن الكيدني في الطبيعي مسؤولة عن إخراج كل الـ compound اللي بتحتوي على نيتروجين ومن أمام اليوريا والكرياتين لذلك أي زيادة في nitrogenous waste product في البلد واللي احنا بنسميه الأزوتيمية indicate disturbance in kidney function بمعنى أن الكيدني مسؤولة عن إخراج كل المركبات التي تحتوي على الـ nitrogen عشان كده بتفضل في المستوى الطبيعي طول ما الكيدني سليمة ولكن لو الكيدني فيها أي مشكلة بتتجمع المركبات اللي بتحتوي على الـ nitrogen وبتزيد في الدم وبنسمي الحالة أزوتيمية والـ nitrogenous waste product بتزيد فيه الدم نتيجة لأن سرعة الترشيح أو إخراج الـ nitrogenous waste product بواسطة الكيدني بتقل وسرعة الترشيح في الكليا بنسميها glomerular filtration rate وبنختصرها بالـ GFR وبنعرف في glomerular filtration rate إنها بتساوي the volume of water filtered from the plasma per unit volume بمعنى أن سرعة الترشيح في الكليا بتساوي كمية المياه التي ترشحها الكليا في الدقيق زي ما هو باين في الفيديو الكيدني filtrate plasma and give 125 ميلي per minute ودي السرعة الطبيعية للكليا واللي بنسميها glomerular filtration rate وطبعا سرعة الترشيح أو glomerular filtration rate بتديني indication على number of functioning nephron بمعنى كل ما تكون السرعة مظبوطة بتكون الكليا سليمة وبتقوم بوظيفة ولكن أي decrease في glomerular filtration rate indicate abnormal function of the kidney وبتديني indication أن عدد النفرون اللي هي الوحدات الأساسية اللي بتعمل filtration داخل الكيدني عددها قل وبالتالي السرعة الكلية للكيدني قلت والglomerular filtration rate ما بنقدرش نقصها مباشرة كان not be measured directly so that we measure البلد يوريا نيتروجين والكرياتنين وكمان بنعمل الكرياتنين كرييرانس تست عشان نقدر نقيس الجلوميرular filtration rate وبالتالي الأزوتيميا هي زيادة نيتروجين كونتينيك مباوند في البلد زي اليوريا والكرياتنين أما بيزيدوا الاثنين مع بعض بنسمي الحالة أزوتيميا وسبب زيادة بيبقى decrease في glomerular filtration rate أو سرعة الترشيح داخل الكيلية والdecrease في glomerular filtration rate بيكون له أسباب كتير الكورسس of decreased glomerular filtration rate بتنقسم إلى ثلاث أحتمالات أو three possibilities ثلاث أسباب بيقللوا الجلوميرular filtration rate أول سبب وهو decreased renal perfusion due to hypovolemia or cardiac function بمعنى أن كمية الدم اللي بتوصل للكيلية قليلة نتيجة أمراض القلب أو كمية الدم بالجسم الكلية قلت وبالتالي سرعة الترشيح بالكيلية وبنسمي السبب ده pre-renal cause لأن في الحالة دي الكيلية بتبقى سليمة والسبب بيبقى قبل الكيلية مش داخل الكيلية عشان كده بنسميه pre-renal cause السبب التاني اللي بيقل الجلوميرular filtration rate وهو loss of functional nephron بمعنى أن السبب موجود في الكيلية نتيجة للالتهاب أو تكسير النفرون المسؤولة عن عملية الترشيح عشان كده بنسمي السبب ده intrinsic cause أو بنسميه renal cause لأن المشكلة بتبقى داخل الكيلية السبب التالت وهو obstruction of urinary pathway بمعنى أن طريق urine excretion بيبقى closed أو مقفول وبالتالي glomerular filtration rate بتقل لأن الكيلية مش قادرة بتعمل urine excretion وبنسمي السبب ده post renal causes لأن في الحالة دي الكيلية سليمة ولكن المشكلة في الباصوي اللي هو بعد الكيلية وبالتالي إجمالا يبقى الكوزيس أوف أزوتيميا عبارة عن pre renal causes renal causes والpost renal causes فبالتالي أنواع الأزوتيميا عبارة عن ثلاث أنواع اللي هي pre renal azotemia renal azotemia اللي احنا بتسميه intrinsic azotemia أو post renal azotemia هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل وإزاي نفرق ما بينه أول نوع وهو pre renal azotemia أسبابه بتبقى عبارة عن hypovolemia due to shock hemorrhage addison disease وال vomiting كلها بتقلل كمية الدم في الجسم كمان بتحصل في حالات cardiac diseases وبالتالي الهارت ما بيقدرش يدخل الكمية المناسبة من الدم للكيلية السبب التالت وهو renal vasoconstration وده بيحصل في بعض الأمراض بنلاقي أن renal artery اللي بيوصل الدم للكيلية بيدي أو بيحصل له ناروينج عشان كده الدم اللي داخل للكيلية بيقل laboratory finding في pre renal azotemia تبقى عبارة عن increase blood urea nitrogen والcreatinine وده بيحصل نتيجة decreased glomerular filtration rate نتيجة reduced renal blood flow والblood urea nitrogen بيحصل لها early increase عن الكرياتين due to there is increase of reabsorption of urea in the renal tubule leading to elevated blood urea nitrogen بمعنى أن blood urea nitrogen في حالة pre renal azotemia بتزيد بدري عن الكرياتين لأن سرعة reabsorption of urea من of urea من renal tubule وترجعها تاني اللي البلد بتزيد عشان كده بتزود blood urea nitrogen بدري عن الكرياتين رقم 2 increased urine specific gravity due to kidney conserving water to maintain fluid balance بمعنى أن في حالة pre renal azotemia بيقل blood volume وبالتالي الكدني بتقل بتعمله يعني بتحفظه داخل الجسم عشان ترجع كمية الدم للحجم الطبيعي وبالتالي كمية الووتر اللي بتنزل مع urine بتبقى وليلة وعشان كده بيحصل increase ل urine specific gravity رقم 3 بيبقى absence of protein urea لأن الكدني سليمة والنفرون سليمة فبالتالي ما بيحصل نزول لأي كمية من البروتين رقم 4 بمعنى أن في حالة البريرين الأزوتيمية أما بنجام عينة اليورين ونفس عينة السيديمنت ما بنلاقيش فيه أي abnormalities ما بنلاقيش أي red blood cells ولا white cells ولا castus لأن طبعا الكلية سليمة ما فيهاش التهاب أو تكسير وبالتالي اليورين كمان بيبقى ما فيهش أي indication على الالتهاب أو التكسير فيه الكل النوع من الأزوتيمية بيبقى reversible if the pre-renal causes are removed معنى أن لو الأسباب التي تقلل الكمية البلوت الموجودة داخل الجسم قدرنا نحلها فعلى طول بتختفي كل السمptom of pre-renal أزوتيمية وبيرجع الlevel للبل يوريا نيتروجين والكرياتين للليبل الطبيعي النوع الثاني وهو الريين الأزوتيمية ده بيحصل due to primary kidney disorder واللي بيحصل فيها decrease للجرمير الفيتريشن ريت when more than 3-4 النفرون الموجودة في الكليا بتبقى non-functional بمعنى أن فيه تكسير كبير في النفرون وبالتالي عملية الترشيح بتقل بنسبة كبيرة جدا الـ kidney disorder such as glomerulonephritis أو التهاب النفرون كمان بيحصل في حالات التوكسيستي واللي بتؤدي إلى تكسير في الكليا وبالتالي أي التهاب أو توكسيستي للنفرون أو التيبيول بتؤدي للريينال أزوتيمية اللابوراتري في حالة الريينال أزوتيمية أو الانترينسيك أزوتيمية رقم 1 increase البلاديوريا نيتروجين للفيت البلاديوريا نيتروجين بيحصل نتيجة للإمبيرت جلوميرر فلتريشن ري وكمان بيحصل نتيجة للإنكريز سيوبلر ري أبسوربشن أو يوري لأن سرعة الامتصاص اليوريا بتزيد في حالات بطء سرعة الترشيح داخل الكيل بمعنى كل ما تقل سرعة الترشيح داخل الكيدني بنلاقي عملية الري أبسوربشن للبلوات يوريا نيتروجين من التبيول اللي البلاد بتزيد رقم اثنين إنكريز السيرم كرياتين الإلفيت سيرم كرياتين بيحصل نتيجة للديكريز جلومير فلتريشن ريت نتيجة للإمبيرت كيدني فونكشن بمعنى أن زيادة الكرياتين بتحصل نتيجة لأن النفرون الفونكشن بتاعتها حصل لها ستوب وبالتالي الكرياتين بتحبس في البلاد ولكن ما بيحصل لوش زيادة رقم ثلاثة وهو بيحصل في وبتوصل لرقم مميز وهو 1.00A ونسميه واليورين بيحصل بمعنى أن بتقل نتيجة لأن النفرون بتفقد الفونكشن الطبيعية بتاعتها والي هي بتوازن ما بين كمية الووتر وكمية السولتز علشان كده نتيجة ل داخل اليوري رقم 4 بيحصل وده بيحصل نتيجة بمعنى أن كميات السوديم بيحصل في اليورين نتيجة لأن الفونكشن بتاعت التبيول بيحصل او بيحصل فشل وعشان كده السوديم بيبقى موجود في اليورين بكمية اكتر من الطبيعي رقم خمسة بيبقى في ابنورمال يورين سيدمنت اما بنعمل يورين بنلاقي ابنورمالتز في السيدمنت زي وجود الريد بلاتس والويت بلاتس والكاست زي الجرانيولر كاست والسلولر كاست ده طبعا بتدينا ان في مشكلة داخل الكيدني سواء التهاب او كمان بيحصل اليكترولايت بيبقى في هايبر كاليميا زي ما قلنا في حالة التهاب النيفرون بيحصل فشل في عملية الري ابسوربشن للسوديم من التيبيول وكمان بيحصل فشل في عملية الاكسيكريشن للبوتاسيوم من الدم للتيبيول وعشان كده بيزيد البوتاسيوم في البلات اللي احنا مساميها الهايبر كاليمي كمان بيحصل متابوليك لأن الكدني لها دور مهم جدا في عملية الاكسيكريشن تقدر تعمل الاكسيكريشن للهايدروجون اين وبالتالي ما بيحصل لها انفلاميشن او تكسيستي كمية الاكسيكريشن بتقل وبالتالي الاكسيكريشن بيزيد في الدم وبيدين الاكسيكريشن رقم سبعة اليورين بيبقى فيه اما بوليورية او ليجورية او بتعتمد على بمعنى ان على حسب كمية التكسير الموجودة في الكليا بتأثر على كمية اليورين اللي بيحصل لها ممكن يكون الكمية زايدة بتدينا بوليورية او كمية قليلة او مفيش يورين خالص في حالة في حالة للكدم وخاصة التبيول اللي بتبقى مسؤولة بشكل كبير جدا على كمية الووتر اللي بتنزل في اليورين النوع التالت من الأزوتيمية هو الباسترين الأزوتيمية ده بيحصل due to يوريني بيحصل بيحصل في اليوريني باسوي والابستركت بروسيس اي سد او دي في طريق اليورين بتمنع مرور البول للخير والابستركشن بيحصل نتيجة اليورو لسياسيز يهي وجود حصوات في اليوريني بلادر او في اليوريتر كمان بيحصل في حالات وكمان بيحصل في حالات من الأورجن لحوالين اليوريني باسوي سواء نتيجة للتيومر او الجراني لوم او هايبر بليج زي ما بيحصل في حالات البروستيت كل ده بيعمل ناروينج اليوريني باسوي اللابرات ريفاينينج في الباسترين الأزوتيمية بتشمل رقم واحد نتيجة وكمان زيادة نتيجة لليوريني نتيجة الكدني بتقلل الجرمير فلتريشن وعشان كده بيقل لليوريا وكمان بيحصل انكريز لليوريا الموجودة الريدي في رقم اثنين بيحصل انكريز في السيرم كرياتين وال سيرم كرياتين بيحصل نتيجة نتيجة لليورينا طالما في يبقى سرعة الترشيح بتقل وبالتالي عملية للكرياتين بتقل وبتراكم في البلد رقم تلاتة وهي الالكترولايت ابنورماليتس وهي بشكل كبير بتعتمد على يعني كل ما بيكون الابسترولايت كبير وبيعود فترة طويلة بتؤدي لليوريا زي حالات هايبر كاليميا نتيجة زي في حالة الرينة الأزوثيمية كمان بيحصل نتيجة لليمبير للكدني لها دور مهم جدا في الاسد بيس بلانس والمتابوليكا سيدويزيز بيبقى معاها انكريز الأنيون جاب غالبا بيبقى موجود رقم أربعة هاي كرياتينين انزي أبدومنال فلاود اللي احنا بسميها اليورو بروتينية نتيجة الابستركشن بيتصرب الكرياتينين من اليورين وبيوصل للبروتينية الفلاود عشان كده لو قسنا نسبة الكرياتينين في البروتينية الفلاود بنلاقيها عالية جدا عشان كده بنسميها اليورو بروتينية وده اندكيت ان فيه في اليورين باسوي اليورين بيقل بشكل كبير جدا وبيوصل للان يورين لان الابستركشن بيقل الكمية اليورين اللي بتخرج للخارج نتيجة للأفلة اللي موجودة في اليورين ريباسوي وإحنا بنقدر نشخص ان فيه في اليورين ريباسوي من خلال الكاثتر بندخل الكاثتر وبنلاقي ان فيه جامدة جدا لدخول الكاثتر وده بيدينا على ناروينج او للأفتراكشن للأفتراكشن ولو دارت تدخل الكاثتر في حالة بتقدر تحصل على اليورين وفي الحالة دي اليورين بيحصل فيه بعض التغيرات منها الاسبيسيفيك جرافتي الاسبيسيفيك جرافتي بتبقى بمعنى ان في بداية السادة بتلاقي ما فيش اي ابنورمالتز في اليورين سواء في الاسبيسيفيك جرافتي او في كمية السوديم الموجودة في اليورين ولكن لو استمر الابستراكشن لفترة طويلة جدا بنلاقي الاسبيسيفيك جرافتي بتقل وكمان عملية الاكسكريشن للسوديم بتقل لان الكنسنتر بتقل مع استمرار عملية الابستراكشن كمان نتيجة الابستراكشن بنلاقي بمعنى ان مع استمرار الكلوجر لليورين بتترصب بعض الكريستل وكمان السلولر بيحصل تكسير لبعض الخلايا وبتبقى موجودة في اليورين وبنشوفها اثناء فحص ولكن ما بيبقاش معها اي انفلامات وعشان كده بنقدر نفر ما بين الرينا الازوتيميا والبوست رينالازوتيميا من خلال وجود البوستيلز او النيتروفيل في السيدمت اللي بيميز رينالازوتيميا وبالتالي بفهم الازوتيميا بانواعها التلاتة بتقدر تفرق ما بين الاسباب المختلفة اللي بتؤدي للبريرينال او رينال او البوست رينالازوتيميا لان التلات انواع بيبقى مشتركين في زيادة البلود يوريا نيترجن والكرياتين ولكن من خلال عمل الديفرينشال دياجنوزيز باستخدام المؤشرات الاخرى سواء اليورين اناليسيز او الاثر برامتر بنادر نفرق ما بين البريرينال ازوتيميا والرينال او الانترينسيك ازوتيميا والبوست رينال ازوتيميا اشتركوا في القناة